شكرا للمشاهدة 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 لذلك للمشاهدة بانتراز للمشاهدة للمشاهدة M Ver recommend it to us very important with you, and I want to remember that the last visit of our Italian President of the Republic was 18 years ago. So the last one from Carlo Azziello Ciampi. This is, for us, the real signal that it's really important to improve the relationship between Italy and Algeria. ومشاركة في هذه الطريقة مع المشاركة بانديمية ومشاركة بانديمية في حالة المشاركة والمشاركة نريد أن نصنع المشاركة مع الجزائر وأكد أن هذه الزيارة الأولى للرئيس الإيطالي منذ انتخاب الرئيس سيد عبد المجيد تبون ديسمبر 2019 أيضا أنه أكد أن آخر زيارة كانت لكارلو شيانبي أيضا أكد أنه ربما الوضع الدولي مع تركيز بشكل خاص على البحر المتوسط والعلاقات الاقتصادية خاصة بين البلدين نستكمل بقية النقاش معك سيد ننتقل ربما الآن إن الشأن الاقتصادي المهم الشأن الطاقوي الذي تركز عليه الجزائر مؤخرا إذن هناك أزمة غاز بسبب أو على غرار الطاقة والشاركة في توريد الغاز من الجزائر إلى إيطاليا كيف سيكون ربما تقييم العلاقات الطاقوية بين الجزائر إلى إيطاليا وهل ترون أن إيطاليا تعتبر ربما الزبون الثاني إذن للجزائر بعد إسبانيا سينيور دانيال سيمينيرتر انرجي اند بارتنشيب بين the two country as you know Algeria and Italy have a really good relationship Italy known but the second customer after Spain so how do you evaluate the relationship in the gas and partnership I evaluate that the relationship is very good in fact the Sona truck is an Ennis partner in TransMed project that brings Algerian gas to Italy in Mazzara del Vallo via Tunisia a gas pipeline named after Enrico Mattei is a key figure also in Algeria decolonization process and for the rule played in favor of Algeria in the avian negotiation with French concluded in 1962 and it will be Mattarella in the next Sunday 7th of November to inaugurate the new garden in the center of Algeria named for Enrico Mattei and Claudio Descalzi that is our CEO of Eni is often present in Algeria and manage connection between relationships that go behind the business plan so I mean that the relationship now is very good but Italy want to improve more and to generate more business also for the gas and oil part so like what said the senior Daniel I think that the relations are also not to be the most important on the other of the relations I believe that Suna Trak and Eni are also a company very important that I think that the gas that the gas which is in Mazzara del Vallo over Tunis I think that the gas that the gas is called Enrico Mattei which is the president of the president of the president of the United إلى حديقة مسمى على اسم انريكو ماتي إذن نتج إلى سؤال آخر مشاهدنا الكرام نتحدث ربما عن أموب الغازة نايجيريا أوروبا المار نحو إيطاليا سفير الجزائر بروما كان قال وصرح وأكد أنه سيتم استكماله في المستقبل القريب السؤال اليوم أو الإشكالية اليوم هل تستطيع الجزائر أن تعزز وصول الغازة إلى أوروبا عبر الإيطاليا سنora Daniel نانسي قلقين عن نجرية أوروبا الم REA السنوات من أوروبا إلى إطاليا المتحدة للغربية للغربية قال ل指صة العربية أن الأمر ستسمى بالأؤمن الآن سيكون سيعنيا سؤال سيكون في إطاليا لتلقى الأنصي من اشخاص الأجرية في الوغربية على الجلال الشيخ الثالجية المتحدة أيضا قابل مع الأجرية في هذا المقبل أن يكون بمرض المسلح في الأساسي. الأولى الثاني نتحدث في الأساسيان نتحدث في سبيل المسلح في السلحات الأساسية. بالطبع الشيطان بإمكاني ناستضر البيض بطبيقها على البيض للمشاعد بطبيعة نظري المنزل الكثير المقارب بطبيعة قوية بالطبيعة طبيعة لحاجة المنزل بطبيعة البيض بطبيعة المنزل إذاهند منه تحياني سيئوات العديد من المنزل إمكاني الإجراء التحص savings لأحوان الغريق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سينيور دانيال أكد أن إيطاليا تعتبر الجزائر شريك جد مهم ويمكن إيطاليا أن تعتزم الجزائر تعزيز صادرتها من الغاز إلى إيطاليا حيث يمكن لإيطاليا أن تلعب ربما دورا مهما في تعزيز توريد الغاز من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا إذن مشاهدين الكرام نلتقل إلى شق آخر أو محور آخر فيما يخص التجربة الإيطالية مع المؤسسات الناشئة من المتعارف عليه أن إيطاليا أو روما تقوم بالاعتماد في اقتصادها على المؤسسات الناشئة وأيضا على الأفكار المبتكرة والشباب التساؤل اليوم ربما هل يمكن أن تستفيد الجزائر من خبرة هذا البلد فيما يخص تجربة المؤسسات الناشئة والشباب سنورة دانيال، نحن نتحدث عن الإيطاليا وعندما نتحدث عن المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشئة هل ترى أن ألجيريا يمكن أن تعمل وعمل وعمل مع الإيطاليا؟ أعتقد أن المؤسسات الناشئة مؤسسات الناشئة المؤسسات الناشئة ستجربة لطيف التساؤل وإن أجل العامة في الحياة لتنظر في بيجنة من 2022 في تجلع مكوناعي من الأمور الممكوناعي سيحوظ بناس من جديد من المنزلية من الثماني لذلك سيكون ممتع من الثماني وتجلع الأيض في مكوناع الأمور the institutional meeting. There will be an official dinner. Our president, Mattarella, will make a visit to our embassy to meet around 80 representatives of the Italian community present in Algeria interperte fans of the international and religious organization. during the visit, some agreements will be signed in the field of education, culture and information. Italy could also offer its good offices to Algeria to combat the black market and the shadow economy, an issue that is considered a priority for the North African country. إذن السينيور دانيال ذكر أنه يوجد منتدى أعمال قادم لسنة 2022 وربما زيارة الرئيس الإيطالي ستكون لتعزيز أو للقيام بالتحضير لهذا المنتدى أكد باختصار أنه أهم الملفات التي سيكون من شأنها التعاون بين البلدين ستكون الثقافة التربية وكذا الإعلام أيضا أكد أنه إيطاليا يمكن أن تخفف من اقتصاد الضل على الجزائر إذن نتجه ربما إلى آخر سؤال بالنسبة لهذا القطاع الجزائر ما الذي يجذب المستثمر الإيطالي إلى الجزائر سينيور دانيال this is perhaps our last question what the investor what the Italy investor attractive here in Algeria I mean that there are a lot of a lot of I think that a lot of companies want to try to invest in Algeria and I see that there are also now a lot of a lot of synergy that we can do for example there are already bilateral agreement in some important fields like culture like high school high school formations so I think that really we can improve because there are from both sides the companies that they want to invest Algeria company is it's open to see the Italian market and a lot of Italian companies want to understand and to invest in Algeria country because it's a very important country in front of Italy in in the North Africa and they have the possibility really to develop strong partnership between our companies I believe that there will be an important step in the in the next future so as well as possible so as well as possible as well as possible Daniel Renatey قال أن هناك العديد من النقاط أو المجالات التي تجذب المستثمر الإيطالي هنا بالجزائر أكد أيضا أن الشركات ورجال الأعمال ينجذبون هنا إلى منطقة الجزائر التي تتميز بمنطقتها على البحر الأبيض المتوسط وتوقع أن تكون أو تزيد التعاملات في المستقبل القريب خاصة مع الزيارة التي التي بدأت اليوم للرئيس الإيطالي والتي تدوم ليومين كان أيضا قد أكد في السابق أن الرئيس الإيطالي سيقوم بلقائه في السفارة وسيلتقي بحوالي 80 ممثلا عن السفارة هنا ورجال الأعمال لتعزيز الشراكة بين كلا الطرفين وهذا مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى ختام تفاصيل ملف النقاش سينيور دانيال مشاهدنا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى تفاصيل ختام الجولة الاقتصادية بقية الأخبار مع زميل أسامة بوهنة شكرا جزيلا سينيور أمرو خليل نقل